قال تعالى ومن الناس من يشتري الله والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم لازم الوقوف هنا شيئا ما لالتباس قد يحدث لبعض الأشخاص فيقول قائل الناس من يشتري الله والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم فيقول قائل قد ورد عن عدد من السلف أن الآية الكريمة نزلت في الغناء للناس من يشتري الله والحديث ليضل عن سبيل الله فيقول الآية نزلت في الغناء ويأتي بقول لابن مسعود والله الذي لا إله غيره إنها لا في الغناء وعلى ما أذكره أن أثر ابن مسعود من طريق أبو الصهباء ولا يكاد الخبر يثبت عن ابن مسعود ولكن لابد من النظر في الآية بدقة أن الناس من يشتري الله والحديث وبعدها في نهاية الآية وليك لهم عذاب مهين هل الغناء يجلب العذاب المهين؟ ليس المعنى هو الذي ذكرته أو الذي قد تفهمه إنما الإضاحة كالآتي له الحديث لا يشترى إنما الذي يشترى من يقدم له الحديث فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم في مجلسه يجمع الصحابة الكرام حوله ويستمع إليه من يريد أن يؤمن مجلس طيب كريم فيه كتاب الله يذكر به وفيه سيد ولد آدم وخاتم المرسلين مجلس تحفه الملائكة يتنزل عليه الرحمات تغشاه السكينة فهذا المجلس لا يعجب أهل الشر فكان من أهل الشر من يشتري المغنيات أو يستأجر المغنيات القينات الجواري اللواتي يغنين ويتراقصن فكان من أهل الشرك من يريد صرف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يشتري قينات مغنيات للغناء حتى يغنين ويجتمع الشباب حول أولئن الفتيات المغنيات الحسنوات الجميلات وهن يرقصن ويغنين فيصرف الشباب عن رسول الله فهذا قوله من الناس من يشتري لهوة الحديث يشتري القينات اللواتي يقدمن لهوة الحديث ما قصده ليس قصده الفسق في حاسم ليس هذا قصده في حاسم إنما قصده ليضل عن سبيل الله ليصرف الناس عن طريق الله فهذا نيته معقودة على صرف الناس عن دينهم عن الدين الحق نيته معقودة لذلك فاختلف عن شاب ماجن يمشي في الطريق يغني ويهلوس ويقول حبيبتي وحبك كلام فإذن الإجمال الذي يرد في قول بعض المفسرين ومن الناس من يشتري لهوة الحديث يقول إنه الله الغناء لا بد فيه من التفصيل لأن الآية فيها ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوة يعني يتخذ آيات الله هزوة فهناك فارق الآن بين الشاب الذي يستمع الغناء وبين الذي يفعل ذلك خصيصا لصرف الناس عن القرآن والسنة وخصيصا لاتخاذ آيات الله هزوة قال تعالى أوليك لهم عذاب مهين مزل مغزي ترجمة نانسي قنقر